السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا يبنى طلاب وطالبات الثانوية العامة دفعة 2023 يترى موعد نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الاولى امتى ويترى المرحلة التانية هتكون امتى وفي نفس الوقت هي المؤشرات الاولية لنتيجة المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة دفعة 23 اسئلة مهمة جدا حاجات محيرة مبدئيا يا شباب كله يهدى ان شاء الله الموضوع هيكون بسيط وكل واحد ان شاء الله هيخش الكلية اللي هو عايزها بص يا شباب مبدئيا كده بالنسبة لموعد نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الاولى هيكون ان شاء الله يوم لاتنين في مؤتمر هيتم فيه الاعلان عن نتيجة تنسيق الكليات بالنسبة للمرحلة الاولى وفي نفس الوقت هيبقى فيه نتيجة موعد بداية المرحلة التانية والحد الادنى بتاع المرحلة التانية بالنسبة لطلاب العلمي والادبي تمام كده في هذا المؤتمر هيكون فيه كل هذه التفاصيل طب ايه هي مؤشرات التنسيق بالنسبة بقى للقبول بكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والاعلام والحاجات الجميلة وكليات القمة بتاعة حبايبنا طلاب علمي وطلاب ادبي بص يا شباب المؤشرات الاولى بالنسبة للقبول بالطب هيكون ان شاء الله من تسعين وستة من عشرة لتسعين وتمانية من عشرة ده الحد الادنى تمام كده ويمكن احنا اتكلمنا على القناة من حوالي خمس ايام في فيديو وقلنا ان الطب والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي كل ده ان شاء الله كليات لحبايبنا اللي قدموا فيه المرحلة الاولى تمام كده علم علوم كله ان شاء الله هيخش كليات طبية مش بعيد كمان ان يبقى فيه بعض مقاعد لكليات السيدالة بالنسبة للمرحلة التانية وهتكون في اول المرحلة تمام كده يا شباب يعني لو ما كتملتش السيدالة في المرحلة الاولى وان كان ده صعب شوية ممكن تلاقيها تنزل في اول المرحلة التانية وكل شيء وارد وكمان الحد الادنى للسيدالة المؤشرات الاولى بتقول السيدالة والعلاج الطبيعي هيكون الحد الادنى من 88.5% ل89% وبرضو الكلام ده قلناه قبل كده يا شباب ان عدد الطلاب المتقدمين في التنسيق بالنسبة للمرحلة الاولى علم علوم عددهم يمكن اقل شوية من العدد المطلوب في كليات القمة معلش اتعاكده ارجعك للفيديو اللي قلناه على القناة من قيمت كم يوم لان احنا قلنا التفصيلة دي وقلنا ان شاء الله احتمال كبير يكون في بعض مقاعد لكليات السيدالة وكذلك برضو حبايبنا طلاب علمي رياضة ان شاء الله المرحلة الاولى هتاخد هندسة وممكن يتبقى بعض المقاعد في هندسة في المرحلة التانية احتمال كبير يا شباب خصوصا ان بعض الناس بيفضلوا حاسبات ومعلومات عن الهندسة فهتخش بعض كليات حاسبات ومعلومات بين كليات الهندسة ده اللي هيخلي ان عدد الطلاب بتاع المرحلة الاولى علم الرياضة يملو كليات الهندسة زائد بعض كليات حاسبات ومعلومات وممكن يبقى فيه بعض كمان لكليات الهندسة هيكون مرحلة تانية يعني هما مش هيملو كل الكليات لان في ناس هتفضل حاسبات ومعلومات كل ده طبعا في علم الغيب ولكن احنا بنحاول نشوف الواقع اللي حوالينا والتنسيب يقول ايه والسنة اللي فاتت الدنيا جايتمشي ازاي على كل هذه الاساسيات بنقول المؤشرات بتاعة السنة دي فحبيب ان ان شاء الله برضو طلاب علم الرياضة المرحلة الاولى ان شاء الله هندسة ولو انتهت هندسة في المرحلة الاولى فعندنا حاسبات ومعلومات كلية ممتازة جدا 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 هتلاقي طبعا فيها مقاعد كتير للمرحلة التانية وانا متوقع ان الهندسة ممكن تنزل مرحلة تانية هيبقى فيها بعض اماكن ان شاء الله بامر الله تعالوا نبص كده على الفيديو اللي فاتت عشان فيه حتة مهمة جدا ده الكلام ده بتاع وزارة التربية والتعليم تمام يا شباب يبقى ازا عدد الطلاب المتقدمين 22000 هم عايزين كام 25000 وبشوية صحي كده ده انت كمان ممكن الكليات دي بعضها يعني ممكن تلاقي في اماكن فاضية في كليات الصيدلة ممكن تنزل مرحلة تانية وارد كل شيء وارد تمام كده لكن ان شاء الله بنبشر حبيبنا طلاب وطالبات الثانوية العامة الناس اللي قدمت علم علوم المرحلة الاولى ان شاء الله بامر الله اكيد هيكون لهم مكان في الكليات الطبية تمام كده يا شباب يعني وبسيطه كده يا شباب ان كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بتاخد 25000 طالب 25100 طب المتقدمين قد ايه اتنين وعشرين الف تمام كده يبقى فيه هنا ناس او اماكن ممكن تنزل مرحلة تانية تمام يا شباب اللي لم يكن بقى هم هياخدوا عدد اقل يعني مش ياخدوا نفس الايه نفس العدد بس احتمال كبير ان شاء الله زي ما بنقول كده كلية الصيدلة تنزل مرحلة تانية في اول مرحلة تانية لني زي ما حضراتكم شايفين ان عدد المتقدمين اتنين وعشرين الف وشوية وهم اصلا الكليات كلها بتستوعب خمسة وعشرين الف وشوية يبقى اينا هي ممكن تستوعب عدد اكبر من كده فهتنزل ان شاء الله مرحلة تانية خصوص طبعا هي كلية الصيدلة اللي بنخصها بالكلام طب تعالوا نبص على حبيبنا بقى علم رياض عشان محدش يزعل كليات الهندسة يا شباب بتقبل او قبلة السنة اللي فاتت برضو اللي هو الفين اتنين وعشرين ستاشر الف طالب وطالبة كده كليات الايه كليات الهندسة ستاشر الف مطلوب يا شباب خمستاشر الف وطلاتاشر ايه ده يعني العدد اللي قبلة السنة اللي فاتت في كليات الهندسة كان حوالي ستاشر الف السنة دي اللي مقدم في المرحلة الاولى خمستاشر الف ستوارد جدا ان هتنزل مرحلة تانية خصوصا كمان يا شباب ان في ناس بتفضل كليات الحاسبات والمعلومات عن هندسة في بعض الناس بتختار كده اهو تعال انبص كده هتلاقي فصة تنسيق بالنسبة للمجموعة العلمية طبعا هنتكلم على علم رياضة ده تنسيق السنفاتة يا شباب لو بصت كده هتلاقي كليات الهندسة اهيه هندسة الفيوم هندسة اسوان اهو في نص ايه حاسبات وذكاء اصطناع القاهرة رياضة تمام كده انزل تحت كده هندسة بنسويف ايه ده يعني في ناس يا مستر بيختاروا حاسبات ومعلومات اه بيفضلوها عن هندسة يعني زي ما اقول له حضرتك كده هندسة اسوان وبعد كده هتلاقي هندسة المينيا هندسة اسيود هندسة جنوب الوادي هندسة طاقة اسوان يعني هتلاقي كتير من الكليات بتاعت الحاسبات والمعلومات دخل في وسط تنسيق الهندسة يبقى هتلاقي اماكن ان شاء الله في كلية الهندسة بالنسبة للمرحلة التانية تمام يا شباب حبينا بس ان شاء الله يعني مبشركم وان شاء الله خير ومحدش يقلق بالنسبة لحبيبنا الطلاب الادبي الحقيقة العملية ممكن تبقى صعبة شوية نظرا لان اعدادهم كبيرة بس غالبا هتلاقي كليات الاعلام واقتصاد وعلوم سياسية والالسن اعتقد ممكن يخلصوا طبعا في المرحلة الاولى نظرا لان طبعا الكليات برضو عددها مش كبير قوي فان شاء الله خير اهم حاجة سيادتك لحاجة اللي هجيلك تميز فيها واخد كورسات عشان تأوي نفسك علميا وتبقى ان شاء الله متفوق وربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة الشرفني بالاشتراك وبنساش شفاء الجرس عشان ان شاء الله يجيلك كل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته